اشتركوا في القناة المواطنين للعودة إلى المنطقة حتى اللحظة سنتحدث الآن مع أحد أصحاب المنازل المدمرة مرحبا يا حاج نعم حلو سلام حمد الله سلامتكم احكي لي شو حجم الدمار اللي صار في بيتك حجم الدمار انت شايفي بعينك يعني ما اضلش كل شجال الاربيين انت أنا راع الدمار رطي ايش نسوي قل لكم انتمرنا من متلكاتنا ومن دورنا اعني ما قلنا منقاومة ولا بقلنا نضرب صواريخ على اليهود ما بقلنا نضرب صواريخ على اليهود مواطنين عاديين نحن مواطنين عاديين ننتجنا أولادنا ننتج من الموت وانت جاينا بيهم على مدرس بيت حلون وضربونا بالصواريخ عمدنا جاينا بيهم على جباليا واثقهم شتتين ذا القنم عايشين شو شعورك بس شوفت جميعا؟ ما ظلش ما ظلش يا أختي لا إليها لله حسبني الله وانت نعمل وكيل فيش منقدرش نقول حسبني الله وانت نعمل وكيل هيش نقدر نقول بعوض لكل الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إذن هذه هي مشاعر المواطنين في هذه المنطقة هذا الرجل وجد جميع ممتلكاته وشقاء أربعين سنة من عمره قد دمر بشكل كامل الآن سنتحدث مع مواطن آخر قد دمر منزله مرحبا عليكم السلام الحمد لله سلامتكم الله يسلم احكي لي شو الدمار اللي صار في بيتك زي ما انت شايف لا قدرين نمر قدار خايفين تقع علينا خايف تقع علينا فوق مننا 50 راس غنم كل ممية عندك جاج مات عندك سيارات راحة دار راحة ايش نسوي حصبي الله ونعمل وكيل عليهم طب هل ايتا وين بدكوا تسكنوا وين كنت روحوا احنا مش عارفين وين نروح حين في المدارس انضربنا في المدرسة وروحنا عمدرسة تانية مش عارفين اش نسوي ايش نسوي يعني طب برأيك لش ما فيش عدد كبير من المواطنين المتواجدين في المنطقة مو فيش دور فيش كهرة فيش مية فيش حياة ايش نجي نسوي نظلنا قاعدين تحت الردم ولا نموت تحت الدار اذا هذا هو حال بلدة بيت حانون بعد اعلان وقف اطلاق النار المواطنين هنا مستؤون جدا من اوضاع منازلهم جميع سوية بالارد لا يجدون مكان يتوجهون اليه الان نيفين سليم شمال قطع قزة بلدة بيت حانون فيلستوين